دكتور حيدر ايه لسر شدة المظاهرات المبارح في لندن والغاية النهاردة الصبح يعني هذا الرد الفعل الطبيعي لهذا الكم البشري المتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية وللتعبير عن هذه النقمات طبعا الناس تنزل على الشوارع بمظاهرات منظمة ولكن تحاول أن تحبر عن حالة الغضب الشديد وعدم استجابة هذه الأنظمة الرئيس مالية لمطالبها العادية والبسيطة يعني مجموعة الناس المتحكمين في أرزاق الناس والمقدرات الاقتصادية والمالية هي يعني كمية قليلة من الناس مقابل هذا الكم الكبير من الناس المتأثرين فبالتالي هذا الرد الطبيعي لأي أزمة اقتصادية يعني لا يرى لها حل سريع وجدي أن يكون رد فعل الناس في الشارع يعني وهي وسيلة ديمقراطية يعني مسموحة في هذه المجتمعات أن تعبر عنها بهذا الشكل لكن للأسف تحولت إلى بعض يعني العنف لكن رد الفعل هذا كان متوقع تجاه يعني العناد الموجود لدى هذه المؤسسات بعدم إعطاء حل سريع لهذه الأزمة إنما أهم أهم بيكتمعوا لأنه هذا في لبنان قيمة العشرين نعم طبعا الموضوع الأساسي هو ملف الأزمة العالمية إنما واضح أنه ما فيش توافق حتى في داخل المعسكر الغربي نفسه وفي خلافات بين أمريكا من ناحية وممكن حليفتها بريطانيا طبعا وبين الأوروبيين وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا صحيح إيه سر هذا الخلاف بعض الأكاديميين يعني الذين يصنفون الرأس مالياه كنظام عالمي يعني أصبح يتجه إلى أنه هناك انقسام في العقل المفكر لهذه المؤسسات منظومة العالمية هناك يعني رأسمالية أو رأسمالية مفرطة تتمثل فيها الولايات المتحدة الأمريكية وهي غير راضية عن يعني إزالة القواعد الأساسية التي تعمل من خلالها بينما الرأسمالية المتحفزة أو يعني المراعية لشعور الكم البشري الموجود من الإنسانية عندهم في مجتمعهم وتتمثل في أوروبا نوعا ما يعني بدأت ترفض هذا الاتجاه وبالتالي يتمثل جهة الرفض هذا لوضع قيود أو فرض شروط جديدة وقواعد جديدة للنظام المالي العالمي الأمر الذي تتحدث في أمريكا هذا الذي يطالب به الأوروبيين نعم هذا ما يطالب به الأوروبيين ويشدد عليه يعني الرئيس ساركوزي وامريكل الألمانية بأن يجب أن يكون هناك ضرورة لوضع شروط وقيود على التعامل المالي في الأسواق وليس كما صور البعض أنه هي مشكلة بنوك صور أن الجهة الأمريكية والبريطانية تركز على الجهاز المصرفي والمالي بينما الجهة الأوروبية تركز على السياسات النقدية وفرض شروط لأن تكون جهة الرقابة قادرة على وضع شروط وقيود تحدد من طريقة التعامل وشفافية في أسواق المال كي لا تزيد السيطرة والتحكم بأرزاق الناس وهل الأزمة دي ممكن حلها في اجتماع في يوم واحد في سبع ساعات؟ طبعاً يعني حتى الرئيس أوباما يعني بيطرخوا أنه لا يتوقع الناس أن حال سريع هو موضوع من أمر وإلا سينال من الانتقادات اللاذعة يعني ما تكفيه لأنه يعني يحمل همها لسنوات طويلة فبالتالي طبعاً قال أنه هذا القمة لن تأتي بها بعصى سحرية وحل سريع نعم يؤكدون أن هناك في ضرورة للحل ويحاولون أن يحل هذه المشكلة عن طريق ممكن إعلانات اليوم أن تظهر للناس أو نتيجة القمة أن يكون هناك بعض النتائج الإيجابية الملموسة ولكن ليس بالقدر المطلوب يعني ممكن أن تتناول البنوك أو ضخ مزيد من الأموال والسيولة إلى البنوك لكن إذا لم تتطرأ هذه القمة إلى وضع قواعد جديدة وأجهزة قادرة أن تنفذ هذه الإجراءات والقواعد فإن الأزمة ستطول أكثر مما هي عليه في الوقت إذا طالت الأزمة دكتور حيدر بالنسبة لنا إحنا العرب أو إذا تحلت الأزمة يعني طبعاً ما فيش بصيص لأمل أنها تتحل النهاردة ولا في شهر ولا في سنة إلا انعكاس إيه بتاع اجتماع النهاردة على العرب بطبيعة الحال إذا كان الحال إيجابي أو بعض الحلول الإيجابية سيكون لها الأثر على العالم كله يعني ليس العالم العربي العالم العربي سيتأثر طبعاً إيجابياً خاصة من أنه بناحية سوق النفط أو الأسواق المالية إنما على المدى البعيد أو خلينا نقول المدى القصير يعني حوال ست أشهر أو سبعة أشهر قد تتأثر أسعار السلع أسعار الصناعات وهذا ما يؤثر علينا نحن كدول عربية نحن الدول مستوردة أنت لك رأي معروف دكتور حيدر أنه العالم العربي التأثير ما بيجيش عليه مباشرة نعم يعني كلا الجانبين السلبي والإيجابي لن يتأثر العالم العربي بهذه الأزمة بشكل مباشر نتيجة عدم دلوعه في هذه المنظومة الاقتصادية بشكل مباشر دكتور حيدر شاكر جداً لهذا الحديث شاكر جداً إنما المظهر الخطير في الأزمة الاقتصادية العالمية شيء تاني خالص غير البنوك والشركات شيء متعلق به نحن بالذات هنا في ألم رصاص شيء تقريباً ما حدش بيتكلم عنه أو ما حدش تتكلم عنه إلا الأسبوع ده اتكلمه لما الجريدة الأمريكية اليومية الشهيرة كريستيان ساينس مونيتور توقفت عن الصدور ورقياً يعني ما عادتش بتتوزع في الشارع في السوق اقتصرت على الإنترنت وغيرها من الجرائد عمل نفس الشيء والسبب أنه ما عادش فيه دخل كافي للناس بتشتري الجورنال لأنهم مأزومين والأهم أنه ما فيش إعلانات اللي هي عصب دخل الجرائد يعني الأزمة بتمتد إعلامياً زي ما بتقول ديانا مقلد وأهم مظاهر أزمة الإعلام زي ما شافتها جديد في الجارديان البريطانية إن الفساد حيتبع موت الصحافة تموت الصحافة يحيى الفساد ده اللي ممكن يحصل عندنا ده اللي أكيد مش هتبحثوا أي قمة عربية لأنه ما فيش نظام عربي بيحب الكشف عن أي وقعة فساد ولو كان دا في صلحه هتموت الرقابة الشعبية إذن لو ماتت الصحافة حينخسف بوقاع الفساد الأرض مصيبة؟ مصيبة طبعا مصيبة إنما جمالها إنه حنريح دماغنا من سمع حكاية الشفافية الله يخرب بيت الشفافية بنسمع الكلمة دي ألف مرة في اليوم 24 ساعة على 24 ساعة الشفافية الشفافية أكذب كلمة في القاموس العربي المعاصر شفافية الشعبية